استأدف موظف الدولة في جميع الجهات الحكومية العودة مجددا إلى أعمال في أول يوم عمل بعد قرار رفع الحظر الجزئي وبنسب حضور تصل إلى 60% وذلك وفقا طبعا لقرار مجلس الوزراء الموقر فيما أتمت الجهات الحكومية استعدادات الالتزام بالنسب المقررة وتهيئة أجواء العمل لتتناسب مع هذا الحضور علينا أيضا دور طبعا بقاعدة الالتزام بالحذر بعد الحذر تتجهد الدعوات الطبية للجميع بضرورة التقييد بالاشتراكات الصحية عقب الانفتاح التدريجي وذلك حتى نعبر تلك الجائحة التي يشهدها العالم أجمع بسلام لنتابع تنطرق اليوم عجلة الحياة عقب عطلة عيد الفطر المبارك مع عودة الموظفين لأعمالهم في أول يوم دوام من دون حذر لتجول وبنسب حضور تصل إلى 60% في مقار العمل وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي ترك لكل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود وطبقا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة فإن كل جهة حكومية تتولى تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل مجلس الوزراء أكد أيضا على وجوبية تهيئة مراكز العمل والجهات الحكومية وأن تكون كافية لتتسع لأعداد الموظفين الكاملة مع مراعاة التباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية وعقب قرار رفع الحذر الجزئي جاءت المؤكدات الحكومية بضرورة الاستمرار بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا والحفاظ على التدابير الصحية الاحترازية من خلال منع جميع التجمعات العامة والخاصة والأعراس والديوانيات وبقاعدة الالتزام بالحذر دون الحذر تتجدد دعوات وزارة الصحة للجميع بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية عقب الانفتاح التدريجي وذلك تمهيدا للعودة الكاملة للحياة الطبيعية في ظل استقرار الوضع الوبائي وإجراء التقييم الدوري للوضع الصحي وفي ظل استمرار النجاحات المحققة في حملات التطعيم والتي باتت على مشارف تلقيح مليوني شخص تأتي قرارات مجلس الوزراء للمحافظة على البلاد من خطر الفيروسات المتحورة والعمل كفريق واحد للعودة بأسرع وقت إلى الحياة الطبيعية